من جانبه لم يكن رئيس إقليم كردستان لعراق نشيرفان بارزاني على القدر نفسه من التفاؤل ففي لقاء حصري عرض في وقت سابق على الحدث اعتبر أن داعش لا يزال حتى هذه اللحظة يشكل تهديدا جديا للعراق عموما فلنستمع لوجهة نظره مسألة داعش لا ترتبط بالعراق فقط بل هي مسألة تتعلق باستقرار سوريا أيضا نحن نعتقد بأنه طالما كان الوضع الأمني في سوريا والعراق على هذا النحو فإن داعش حسب وجهة نظرنا لا يزال يشكل إلى حد كبير تهديدا للعراق